نواصل الحديث عن شروط وجوب الصلاة وتوقفنا عند هذه المسائل المسألة الأولى من نام عن الصلاة من نام عن صلاة واجبة فإنه يقضي هذه الصلاة وذلك ثابت بالنص والإجمع أما النص فيشمل قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها هذا دليل قولي وأما الدليل الفعلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر إذن الدليل على أن من نام عن الصلاة فأنه يقضيها حين يقوم من نومه وفي الوقت الذي يذكرها فيه إذا نسيها فورا ولا يتأخر هذا ثابت بالنص من السنة نص قولي ونص فعلي سنة قولية وسنة فعلية يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجمع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجمع على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها حين يقوم من نومه حين يقوم من نومه أو حين يذكرها إذا نسيها المسألة الثانية من زال عقله زوال العقل ذكرنا أن من شروط الوجوب التكليف ذكرنا العقل والبلوغ وذكرنا أن المجنون يرتفع عنه التكليف لكن من زال عقله بغير الجنون إما بإغماء أو بسكر أو بنحو ذلك يأما يكون يغمى عليه أو بسكر الذي هو الخمر أو ما يغطر العقل مما يشابه الخمر أو نحو ذلك من الأمور كالعلاجات التي تؤدي إلى الفطور أو حالة الإغماء نبدأ بالإغماء الإغماء هو التطبيق على العقل فلا يكون عنده إحساس إطلاقا ولو أيقظت لا يستطيع أن يستيقظ كمن يصابون ببعض الأمراض أسأل الله السلام والعافية لهم ولجميع مرضى المسلمين فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقضي من زال عقله بالإغماء واستدلوا على ذلك بأمرين الأمر الأول أنه ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه كعمار بن ياسر وغيره والأمر الثاني القياس على النوم فإن النائم كما ذكرنا في المسألة السابقة أنه يقضي إذا نام عن الصلاة حين يستيقظ لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والمالك والشافي رحمه الله وغيرهم العلماء يرون أن المغمى عليه لا قضاء عليه وهذا هو الراجح الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال والراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا لماذا؟ قال لأن قياس على النائم ليس بصحيح فإن النائم حين توقضه يستيقظ وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر فذلك يعتبر مرض وأما قضاء عمار أنه ورد عن ذلك عن أصحابك قضاء عمار وغيره فإن صح ذلك فإنه يكون من باب التورع وباب الاستحباب لا من باب الوجوب إذن هذا في من زال عقله بالإغمى كنا الراجح أنه لا يقضي الصلوات التي كان مغميا عليه فيها من زال عقله بسكر هنا إما أن يكون مختارا بأن شرب باختياره وإما أن يكون أجبر عليه أو شربه وهو لا يعلم أنه مسكر فمن زال عقله بالسكر وهو يعلم أن هذا سكر فبالاتفاق باتفاق الأئمة رحمهم الله أهل المذاهب الأربعة أنه آثم لأنه فعل أمر محرم وأنه يجب عليه القضاء لأنه حصل باختياره وبعلمه أن هذا يزيل العقل ولو فعل الصلاة وهو سكران فإنها لا تقبل منه لأنه لم يقصد فعل الصلاة وإنه لا يستطيع أن يأتي بشروطها وأركانها والصلاة القراءة فيها ثم على من قال أنها نجسة أن الخمر نجسة بالتالي يكون شارب لشيء نجس إلى غير ذلك من الأمور قالوا إذن يأثم إذا شرب بإرادته وباختياره وبعلمه أنها تزيل العقل ويجب عليه قضاء ما فاته من صلوات وهو سكران وأيضا عللوا قالوا لأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر فإنما ذلك نشجعه على أن يشرب الخمر وكلما أراد أن لا يصلي شرب المسكر فيحصل منه جنايتين اللي هو فعله الحرام المسكر وترك الواجب اللي هو الصلاة فإن كان لا يعلم بأن هذا الخمر مسكرا أو أجبر عليه فإنه لا يأثم لكنه يقضي الصلاة قوله ونحوه يعني قوله يقضي منزل عقله بسكر بإغماء أو بسكر أو بنحو السكر المراد بنحوه أي مثل البنج والدواء وهذا محل خلاف فمن أهل العلم قال إنزال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لأنه معذور كمن يستخدم العلاج الذي يؤدي به إلى أن يكونوا في شبه المغمة عليك البنج مثلا قال ابن عثيمين رحمه الله والذي يترجع عندي أنه من زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه وهذا هو الذي يتمشى مع يسر الإسلام وسهولته ورفع الحرج والتكليف عن المسلمين ويستثنى من الوجوب استثنى من هذا الوجوب من وجوب الصلاة الحائض والنفساء فإنها لا تجب عليهم الصلاة قال العلماء يرتفع عنهما الخطاب لأن ارتفاع الخطاب يعني أنه لا يجب على الحائض ولا يجب على النفساء القضاء لهذه الصلوات فكأنهن حال الحيض وحال النفاس لا يوجه إليهن الخطاب بالأمر بالصلاة وأقيم الصلاة يرتفع في هذه الحالة واستدلوا بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا دليل على أنها لا يجب عليها في حال الحيض وفي حال النفاس المرأة لا يجب عليها في حال الحيض ولا في حال النفاس طبعا هذا نص في الحائض والنفساء كالحائض بالإجماع هذا والله أعلم وأحكم اشتركوا في القناة